المدرسة هي المشكلة في خلال رحلة تعلم الطفل للغة الإنجليزية بيبدأ حياته بتعلم أسماء الحروف وبعد كده كلمات عن طريق أنه بيرددها ورا المدرس أو الأب والأم تعلموا اللغة بيبدأ بجمل أو عن طريق أن الطفل يسمع جمل زي لغته الأولى وبعد كده بيدخل المدرسة يبدأ يدرس قواعد اللغة بعد ما يكون عرف يتكلم بلغته في اللغة التانية أو اللغة الإنجليزية سواء كانت لغة إنجليزية أو فرنسية الطفل بيبدأ يتعلم جرامر قواعد وبعد كده بيحاول يتكلم ما بيعرفش بيفكر في الجرامر وإزاي يرتب جملة صحيحة علشان يتكلم بيها المشكلة إنه مفيش حد فاهم إن اللغة بيتيجي عن طريق الاكتساب زي ما اكتسبنا الوطن الأولى عن طريق أصحابنا أو البيت وعرفنا جمل نتكلم بيها من سن ثالث أو أربع سنوات بنبدأ بنذاكر وندرس جرامر وكلمات الطفل بيبقى عارف كلمات فقط في المن اللغة التانية لكن المفروض دراسة اللغة بتبدأ عن طريق إنه يسمع كتير علشان يعرف يتكلم في التحدث مش بنحتاج وقت علشان نفكر لازم نتكلم على طول لازم يبقى فيه سرعة في دراسة الجرامر المفروض تبدأ بعد ما يكون الطفل عارف يتكلم إنجليزي الطفل يقدر يحلل اللغة في سن عشر سنوات فلو إحنا درسنا الجرامر أو القواعد لطفل عنده خمس سنوات مش هيفهم حالي الطفل صاحب الخمس سنوات أو ست سنوات بيكتسب الجرامر بيكتسب الجرامر عن طريق القراءة أو الاستماع بيسمع جمل كتير ولما يوصل للسن عشر سنوات يبدأ يحلل اللغة ويعرف إن الفعل بيجي بعد الفعل أو الفعل بيجي في الأول قبل الفعل سواء كانت جملة سيارة أو جملة طويلة في مننا كتير بيوصل لمرحلة الجامعة أو بعد الجامعة ما بيعرفش يتكلم لغة لإنه قضة سنين طويلة في إنه يتعلم جرامر بيحفظ كلمات ويحل المتحانات الطفل لغاية سن عشر سنوات أو حداشر سنة يقدر يكتسب لهجة أو أكسنت بعد كده بيبقى صعب عليه إنه ياخد اللهجة زي الأجانب شوف انت ضيعة تقديه من عمرك في التعلم بطريقة غلط ما تقعد كم سنة علشان انت عرف تتكلم كويس أشهر طريقة في تدريس اللغة في الوطن العربي هي طريقة الجرامر والترجمة لكن في غرها طرق كتير تقدر توصل بيها للطلاخة في اللغة الاستماع والقراءة أساس اللغة مش هتعرف تتكلم إلا لما تسمع كتير سواء بودكاست أو فيديوز أو موفيز أفلام وسلسلات باللغة أو إنك تكلم حد أجنبي وتسمع منه ويصحح لك نطقة اكتساب اللغة مش بييجي بين يوم وليلة لازم مجهود جبار منه الطفل يقدر يكتسب اللغة بكل سهولة لأنه بيبقى زي الصفحة البيضة يقدر يكتسب كم كبير من المعلومات عن اللغة القراءة عامل تاني في اكتساب اللغة لأن الطفل بيقدر يكتسب تركيب لغوية بيقدر يستخدمها في الكتابة وفي التحدث جهل الأم أو الأب باختيار مدرس كويس لطفلهم بيوصل بيهم إن الطفل بيكبر وبيتخرج من الجامعة ومش عارف يتكلم لها بيحتاجها في الشغل في السفر لكن بيكون الوقت عدة يبدأ ياخد كرسات ويعمل مجهود جبار يعوض في سنين كتير في ظرف سنة أو سنتين لكن الحل فين الحل في إنك تبدأ تسمع وتنسى كل اللي فات وتسمع من جديد كل حاجة تخص اللغة تقرأ كتير وتسمع كتير في البداية كل ده بيتخزن في عقلك وبتبدأ واحدة واحدة بتتكلم باللغة هتبدأ من مبتدئ لمتوسط المتقد هجي لك ساعة إحباط لكن ما فيش رحلة خالية من العقبات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر